السلام عليكم، هذه سنين وثم تبعيني، وهذه أول نبا قد نبان قدامكم بزي طبيب لماذا قررت نبان بزي طبيب؟ لأنني بعد سنين وانا سندير ديفيداي وفي الكوتشين قررت أنني هنضر على الطب وأبدأ بواحد القيصة اللي ستعجبكم بزاف كنت في الكابينة، كانت استخبار واحد السيدة، جاءت هي والأم ديالها، أم ديالها في 71 سنة، عندها الباركينسون يعني لم يصول توقيت أني عندها الباركينسون كنت استعجبت لأنه وأنا كنت أتكلم معه، لم يكن لسنة الباركينسون، لم يكن لسنة الترمبلومات وأيضاً لم يكن لسنة ديسكي نازي لهم واحد الحركات أنورمال كي يبدأ يديرهم الواحد من بعد واحد المدة طويلة، هو يأخذ الدواء واحد الدواء سميته أل دوبا، يأخذ الواحد الفيهة الباركينسون يزولوا منه الترمبلومات، لا يبقاوش، بالحق بعد سنين، خمس سنين، يقدر يعطي واحد مضاعفات، لذلك يجعل الإنسان يبدأ يتحرك بطريقة غريبة كي يدير دي موفمون، غير من نورات وقاس، وكي يدير دي موفمون أنا من قلت مع أستيدا، وكتشت أنها زعمل، الحالة ديالها ما أططرش فيها الباركينسون بزاف قلت لأوش دعمها، من الأول زعمها هكا، ما أططرتيش قال لوربنتها دارت فيها، قلت لي شوف، أنا الأم ديالي عندي مهمة، هذيرها الأم ديالي، ماشي أي حاجة ومن يزد تسولتها، كتشت أنها أعطيتها واحد الرجيم، قلبت مزيان في أنترنت، دخلت الواحد الاسوسياشن، الاسوسياشن، باركينسون ديزيز، في مريكا، وقلبت على واحد الرجيم، وذلك الرجيم قبطت، وشريت لها الماكلة من المغرب، وكل نهارت كنت تعطيها ذاك النوع ديالي الماكلة، وفي نهاية المطاف بعد واحد تلت شهور ويوم تبع ذاك الرجيم، ما بقاوش عند هذك المشاكيل ديالي باركينسون أنا منيشتهاد الحالة هذي، كانت حاجة غريبة عندي لأنها، قد نقول لكم ممكن أول مرة في حياتي، غالي نستضف مع واحد السيد، أم باسيو، واحد الإنسان اللي بجاي باش يتعالج، وغالي نلقاه مهتم للعلاج دياله، فهذه اللوكا كانت بنتها، هي اللي كتقلب لها على العلاج، ولكي نجي نقول لكم، دابا في أمريكان، في فرنسا، في ألمانيا، في بلدان أخرى، واشك تظنوا بلي بحال في المغرب؟ يعني هنا في المغرب شحال منوباك نسول ام باسيو، وانتا قوله شنو سميت المرض اللي عندك، تيقول لي ما نعرفت، ما نعرفت، إذا انت يا ما مهتمش لهذا المرض هذا، إذا خلي الطبيب يدير لي بغا، وخي يكون واحد طبيب اللي ما مهتمش للك، وانتا تقول له صفي، تكلفها سيدي، أهم حاجة هي أنها الصحة ديالنا، كل شي تيقولها، أهم حاجة هي الصحة ديالنا، وكي تتش واحد ما يعطيها اهتمام، ما كان يعني بالاهتمام؟ هو أنني بحال ميكا نسلح الطنوبيل ديالي، وكانت مقشش ونظر على ثلاثة الميكانيسيانات، وكانت شوف هذا الشحال قليف الثامن، وهذا الشحال قليف الثامن، وشحال قليف الثامن، على الأقل أضعف الإيمان في الطب، أنني نقرأ على المرض ديالي، عندي واحد المرض، باركينسون بار اكزامل، نقدر نمشي عنده واحد الطبيب، وهو في طريقة العلاج جاله، سيطلب لك أنك تأخذ دواء مباشرة، ومتى إذا قرأتي في ذلك، تقدر تلقى واحد الأطباء، واحد آخرين، يمكن في الميريكان كما قلنا، ينصحوك بواحد ديالريجيم، ولماذا لا تتبعش ديالريجيم؟ والأطباء تلقى هم يحاولوا مع الناس، لأنه، نقدر نقول لكم بلين أطباء يعجبهم هذا المسائل ديالريجيم، ولكن ما تلقاوش معه من، من يقول له الريجيم تتكره، وش حال مرقل هالي طبيب؟ تقول لي جا عندي واحد السيد، يعني المرض ديالو واضح، ما درت لهش ليكوغرافي، تلفازة، حيث ما درت لهش تلفازة دللي فضيحة، مع السكرتير ومع اسميتهم، المرضى الأخرين اللي كانوا قاسمت، ما تعيب علي، يتقول له مش هذا طبيب، ما دلليش حتى التلفازة، إنسان خصو يكون بعقلو واحد المرض، اللي ما كيبانش في هذا ليكوغرافي، لماذا ندر له ليكوغرافي؟ فمتبني؟ كينا بحل واحد الجهل، عند المغاربة في هذا الموضوع، ولكن اللي لمشوا حتى المغاربة، بدأوا يفهموه كتر، رافية منفعة كبيرة للناس، وما نقول لكم، ما حال شفت باركينسون في سبيطار، في سئة أفن كنا تنقرأوا، اللي الحالة ديالهم متدهويرة، دراجة كبيرة، يعني الإنسان يبدأ يدهي تحركوا بوحدهم، هو قاسم سترسي، ومع السب، والمرض يزيد السترس، وسترس يزيد التهواء في المرض، لا يقب على ت linking زرس الإنسان، لو المرض يزيد، ومن يجي mesmo تزيد المرض، ن passaر او سترس؟ يعني إنщее الحلقة مغلقة، وصيلبية vain. اربي، خلق الداء، وخلق الدواء، وهذا حديد ذي صيدنا رسل الله، إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء، فتداوو. دواء، دواء، كنتقلبة على الدواء، يكونوا كنديروا حاجة قبيحة مع راسنا. ومشير قطبق هماني مسؤولين بشي يقلبوا لك على الدواء. يعني الطبيب كيبقى خبير كي يطبق ذاك الدواء. يعني يعطيك أدوية يكتبهم لك. أولا لكان طبيب حجر راحة غدي يفتح يدير عملية. وغديش تدخل معها في العملية. ولكن انت عندك القرار تختار عندما انت مشي نهار الأول. واشا تمشي عند الطبيب عام غدي يقول لك شوية غدي يتعامل معك بوحد طريقة. ولا تمشي عند الطبيب خاص. شو من طبيب اختصاص يا راه كين مثلا للأطباء اختصاصيين. يعني يقدر يكونوا نجوج بهم كارديولوج. واحد كي يخدم طريقة. والاخر كي يخدم طريقة أخرى. واحد يقول كزول الماء والمحة. والاخر يقول كلا. دير مسائل أخرى. والعلم دينا غاديوك يتطور. العلم غاديوك يتطور. غاديوك يتطور. والإنسان خصوه. إلا كانت الصحة دياله مهمة على الأقل. لمن يتمرض بشي مرض على الأقل قرع إليه. وخاننا تفترضو ما تقراش على الأمراض الأخرى. فدليه فيديو احنا شو مغينا نديرو بغينا نمريه بزاف ديال الأمراض. وزع ما ربي غادي يسترنا إن شاء الله. ماشي نمريه لكم باش نخافوا منهم. بالعكس. هنشوفوا بزاف الأمراض. وغنشوفوا الحلول ديالهم. وهذه المسألة اللي ما تنلقاش بزاف عند الأطباء تتكلموا إليها في أنترنت. كيف يرسرتوا على الأمراض. لا أنا بغا تنظر معكم حتى على الحلول. وما غاديش نشوفوا في الحلول غير الأدوية. غنشوفوا الأدوية ونشوفوا العلاج البديل يعني 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 العشوب اللي تقدرو يتتعملوا. العلاج التقليدي. ونشوفوا الأمراض اللي عندهم علاقة بالمسائل النفسية. اللي كنا كنت تكلموا عليهم. اللي التروب البسيكوسوماتيك. يعني غادي نطلعوا ذلك فيديو زوان إن شاء الله. نتمنى يعجبكم. دم الناس اللي متبعين هذا الفيديو. حاولوا تشاركوها مع الأصدقاء ديالكم. هكذا تطلع. تطلع في سميته في تندنس المغربي. ما يبقاش ذلك تندنس عامر غيب بالتخرباء والمشاكيل. وما يبقاش ذلك تندنس عامر غيب بالتخرباء والمشاكيل. وما يبقاش ذلك. هالكد كم قومت بعين أكاديب. وفوركوا. يعني شنو استفادة من ذلك الفيديوهات ديالها. هاد خاني مع بنت خالتي. وهاد دير فضيحة فوق السطح. حاول ما نفتشنو. هههه. دك تمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. وستفتوا شوية مد القصة ديال السيدة اللي عندها الباكينسون وعرفت أنها تتجاوزوا. أتشيك يعطى شوية الأمل للناس اللي عندهم الأمراض. يعني أي مرض كيف مكان را عنده الحل. إذا خصوا عرف يقلب على الحل. ودبا في عصر المعلوميات انترنت و جوج يقول ما بقاش سبب. ما بقاش العذر. علش أنك تقول لي أنا ما عارفش. ضروري يخصك تعرف. فيك تتقرأ. كتتعف تقرأ. على الأقل تكون كتتعرف تقرأ بالعربية. تقلب. وخاوف الحقيقة فرانسية والانجلي. تتقلب بها. ومحسن في انترنت. سورتون إنجليزية. لغة لغة العثرة. ولكن حتى العربية تقلب فيها وتلقى معلومات. وأنا من جهتي غنضير المستحيل ديالي باش أنا نبردج معكم أكبر عدد ديالي فيديو بواحدة طريقة اللي حلوة وزوينة. ي الله تبارك الله عليكم. مع السلامة ما شاء الله وإلى اللقاء.